بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية وهذه قصة من أحد الفضلاء يقول فيها بعد السلام والتحية أنا فلان الفلان من سادة الأشراف نسبنا يرجع إلى بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من ليبيا كان يعجبني تدين الوهابية وكنت أظن أنهم على الحق لتمسكهم بالدليل واللحى ورفع الإزار وتعظيمهم لمشايخهم يقولون باللسان ليبيا مشايخها جهلة ومبتدعة والبدعة ما البدعة هذا ما يتحدثون فيه مثل صدق الله العظيم هذا بدعة أو جمعة مباركة أو تقبل الله يعني بعد الصلاة كنت أراقب وأنا في الحقيقة لا أملك إلي القرآن كنت أحفظه وأحفظ نصف متن بن عاشر عند انتهاء مرحلة المرحلة الإعدادية أصر علي والدي أن أدخل في معهد العلوم الشرعية عارضته على رغبته وأنا نادم إلى يومي هذا لمعارضتي له بدأت أحب العلوم الشرعية في مرحلة الثانوية كان جدي من الصالحين وكان يحب الشيخ كيشك والشيخ الشعراوي ودائما يستمع لهم وكنت بجواره أكملت الثانوية ودخلت الجامعة كلية الدراسات الإسلامية تخصص القراءات بدأت أرى الكثير من الوهابية فيها ولكن طلب وليس من المشايخ هناك من المشايخ من يسايرهم ولكن لا يسير على منهجهم تعرفت على أشخاص منهم لكن لم أدوا فترة معهم وجدتهم يسبون المشايخ ليلة نهار ويطعنون فيهم حتى مشايخ الكلية لا يسلمون منهم عند ذلك بدأت وأبتعد عنهم شيء طبيعي الوهابية الوهاب شيء أساسي الشتيمة للعلماء والصالحين والأولياء شيء أساسي وإذا تقترب من رموز الفرقة مثل هذا الجاهل بن عبدالوهاب جاهل كيف جاهل شيخ الإسلام أو بن بازة أو بن عثيمين أو هؤلاء وترى مصائبهم وطوامهم السوداء في الصفات وواحد يثبت الهرولة والثانية في الهرولة واحد يثبت الإزار لله تعالى وواحد يثبت الظل تخليطات عجيبة غريبة في صفات الله تعالى لا يخطئ فيها من كان مبتدئا وعنده ذوق عربي هؤلاء إذا تكلمنا فيهم تقوم القيامة وهم يطعنون أئمة الإسلام ويهزؤون بأعمدة الدين في الكلية كان هناك الشيخ كان دائما يحذرنا منهم وكان يعمم الوهابية كان يعمم الوهابية يجب نسفهم ويجب أن نرد عليهم الفرقة التي في بلدنا هي المداخلة أصدروا فتوى بقتل الشيخ نادر عمراني وكانوا يشتمون مفت البلاد الشيخ الصادق الغرياني الذي كان يجعلني في حيرة أنهم مدعومون بالمال من يدخل معهم يتغير حاله وعلى الإنترنت منتشرون بكثرة ولقلة علمي لم أستطع أن نرد عليهم ولا أن أدافع عن مشايخنا بدأت أبحث عن مشايخهم ولم أستطع أن أسمع لهم وأشعر بضيق عند السماع لهم وكانوا يأتون لي بمقاطع يحذرون من مشايخنا فبدأت أبحث عن من ينتقد مشايخهم ويوضح أخطاءهم والحمد لله أرشدني الله إلى قناتك وسمعت ما يسرني حينما نعم رأيت ربيع المدخل يفتي بمناصرة مجرم الحرب وعندما صارت حرب في ليبيا وهجم على طرابلس واندلعت حرب كبيرة ذهب إليه رئيس الأوقاف وهو مدخل كبير قال ربيع المدخل لا أدري لا أعلم يقول الذين ماتوا في رقبته نعود بالله منهم ونسأل الله أن يكشف حقيقتهم استفدنا منك كثيرا في الرد عليهم كنتم مترددا أن نرسل الرسالة حتى رأيتك في المنام وأنت تصلي بنا ثم جلسنا في حلقة علمية معك شيخنا أتمنى أن تعلمنا الأحزاب والأوراد في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هذه تجربة صادقة سبب نفور هذا الأخ الفاضل منهم شتيمتهم للعلماء والصالحين والأولياء والتقرب إلى شياطينهم بهذه الشتاء وانتقاص الأئمة الذين كانوا أعمدة الدين ونفع الله بهم العبادة والبلاد شيء أساسي عند الوهابية السخرية من الكبار اسمع الألباني ما يقول في الشيخ كيشك وفي الشيخ الشعراوي الشيخ كيشك رحمه الله له يعني اختصاص معينه رجل واعظ داعية نعم وإن كان فقيها وإن كان شيخا أسهريا الشيخ الشعراوي من أئمة الدنيا لا حفاظ الألباني ماذا يتكلم فيهم استهزاء وسخرية هذه الطريقة الوهابية أنا مستغرب جدا جدا كل فرقة من الفرق كل فرقة من الفرق عندها جنوح وأشياء رأينا فرق كثيرة وبعضهم يأتي يزور يعني نراهم يرون من كل أصناف لكن ما رأيت أقل أدب من الوهابي ما رأيت أقل منه أدبا لا أبدا أبدا لماذا لماذا دائما استهزاء وسخرية ويأتي من فصل صغير يبعث رسالة ويبعث لرسالة يعني لا يحسن قراءه وكتابه يقول لي أتمنى بالألف الطويلة أيها الظال أنت عرفت بالتاء المربوطة أيها الظال بالضاء وهذا يشتمني في رسالة طيب بالنسبة لي اعتدت على هذا لأن حقيقة أتعامل معهم مثل الطبيب الذي يعيش في مشفى المجانين يعالج هؤلاء الناس عليه أن يصبر لأن هذا يعتقد أنه على الحق المبين ويراك مبتدعا ضالا وعدو الإسلام من كان فيه عقل يسمع مرة مرتين ثلاث يعود كثير كثير جدا مرتين ثلاث يسمع يعود بعد ذلك شتيمة لعلماء الصالحين أولياء ثم قصة مدخل يعني المداخلة في ليبيا المدخلية في ليبيا بفتوى من من ربيع المدخل حملوا السلاح وعادت المداخلة عادتهم على أساس طاعة ولي الأمر لكن ولي الأمر عندهم هذا يعني لا أردل أفصل أكثر فهمكم كفاية هي عبارة عن مخابرات مخابرات معينة تجند هذه الأصناف الوهابية المدخلية تتبع مخابرات معينة طبعا وكثير من الدول لها هوى كبير مع المدخلية لماذا؟ لأن الفكر المدخلي يسبح بحمد السلطان بكرة وأصيلة الفكر الثاني هل هو يعني ناجي من المخابرات؟ لا سنفصل هذا سنتكلم عن قضية المخابرات والوهابية دماء ريقة ليبيا سقط القذافي بدل أن تستقر تحولت إلى بؤرة نزيف مستمرة مضى عليه الآن قريب من عشر سنوات أو أكثر لماذا؟ بسبب هذه الفتاوة ما السر في هذا؟ مخابرات تلعب هذا لا تريد الاستقرار في هذا البلد فحصبي الله ونعم الوكيل ونسأل الله تعالى أن ينظف العباد والبلاد من هذا الفكر الذي أفسد الحرث والنسل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ونطلب المزيد من الرسائل حتى نتوقف بعد ذلك وقلنا التوقف قريب ولكن عندنا عدد من الرسائل إذا وصل إلى عدد محدد ربما نتوقف والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وصحبه ترجمة نانسي قنقر